السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناة كاميليا شانيل كنتمنا الفيديو دي اليوم يلقاكم صحة جيدة وتكونوا إن شاء الله بخير وعلى ألف خير فكيف ما كتشوفوا الوصفة دي اليوم فهي عبارة عن فطائر رائع جدا كتحمقوا شكل ديالها رائع والمهم في الأمر أنها كتجيه شيشة شيشة بزاف وراقية في المنظر ديالها بدون بيز كتجيه هائلة فإلا كنتي جديدة معي في القناة ما تنسيش أنك يتضغط على زر الاشتراك سابوني أو سابسكريب وتفعل الجرس باش يوصلك جديد لوصفات فأنتمنى الوصفة دي اليوم تنسي حسن للكم شوفوا معي الشكل ديالها ديالها رائعين كنحضرهم بلا بيض كيجو خفافين كيحمقوا فأندودوا المقالير وطريقة ديالتحضار فإذا بالنسبة لمكونات ففي واحد الإناء غادي نوضعو كأس كبير من الحليب بالنسبة للحليب فهو دافئ ماشي بارد خدو ملي خرجتو من تلاجة غادي نقول معكم مقادر مع الطريقة ديالتحضير باش ما نطولوش في الفيديو هنايا كانحتاج ربع كأس من السكر الخاشين أو سانيدة دائما القياسة اللي كان قياس معكم فبقياس كأس العنبة هنايا عندي ربع كأس من الزيت بالنسبة للزيت فتاه هو بقياس كأس العنبة فما غادي ما تخلطوش معاي وما تخربوش معاي المقادر غادي نخليم لكم صندوق الواسع عندي هنايا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز أو الخميرة الفورية عندي هنايا شوية ديال الملحة فدائما الملحة كتبقى على حساب الرغبة ديالكم كناخد الطراب اليدوي فقط كنخلط هاد المكونات جيدا حتى كتدوب لي هديك الخميرة مع الحليب وغادي نمرو باش نكملو بقيات العناصر اذا بعد ما حركت هاد المكونات مزيان فكنجيب جوج زلافات ديال الدقيق الابيض كنوضع الزلافة الاولى كنخلط على هاد الشكل هادا ومن بعد كنحيد الطراب اليدوي وفقط كنتقى نخدم بيدية كنتقى نضيف زلافات دانية بشوية بشوية بالنسبة للدقيق فالناس اللي بغاوا بالقرام فاستعملت خمسمائة قرام من الدقيق الابيض اي نس كيلو هنايا كنضيف هاداك الدقيق كامل لاناني بغيت نستعمل نس كيلو كامل في هاد الفطائر فكيف ما اشتور هاد الدقيق كيختلف من النوعية النوعية كينا اللي غادي يقدها هاداك الكاس ديال الحليب كامل في نس كيلو كينا اللي ما غاديش يقدها ويمكن اللي كتكملي بالزيت عفوا بالماء على هاد الشكل هادا فكيف ما اشتوره انا ضفت نصف كأس من الماء لهاد القياس ديال الدقيق فبعد ما كنجمع العجينة جيدا كنوضعها على سطح العمل وكنحاول ندلكها غي شوية كننرجعها لهاداك الاناء اللي كنعجن فيه وكننقطها بورق عفوا ببلاستيك الغدائي صافي كنخليها مدة ديال العشرة ديال الدقيق غي كترتاح لنا واحد شوية كنجبدها وكننفرغ منها هاداك الهواء على هاد الشكل هادا وكننقسمها الثلاث قطع على هاد الشكل هادا كنحاول انا نقدها على شكل كوريات اللي كيكونوا مقادين لاناني بغيتها من بعد تكون نقدة في الحجم ديلها نحاول انا نديرهم في القياسات اللي كنوا متقايسين فكننحاول انا نقدهم على هاد الشكل هادا من بعد غنوضعهم في واحد البلاستان وغادي ندهنهم من الفوق بشوية ديل الزيت وغادي نقطيهم بالبلاستيك الغدائي نخليهم عشر رديل دقيق اخرى كيختامروا لنا كيولونا على هاد الشكل هادا كنوضعوا شوية ديل الزيت في سطح العمل من اللي كنوضعوا شوية ديل الزيت في سطح العمل كنناخدوا واحد الكورية وكننصرحوها على هاد الشكل هادا نحاولوا اننا نطلقوها مزيان لاننا بغينا هاد الفطائر ديالنا يجوون مورقين فباش مطلقناها بزاف كيجونا مورقين وخفافين من الداخل هنا كنناخد شوية ديل الزبدة اللي كتكون بدرجة حرارة المطبخ وكنوضعها فوق العجين على هاد الشكل هادا وكننجمع العجينة ديالي بحل بسمناه كبيرة على هاد الشكل كننجمعها وكندوز كنقاد العجينة الاخرى بنفس طريقة كيف نشتور اني كنطلق العجينة كنوضع الزبدة اللي كتكون بدرجة حرارة المطبخة باشها كما تعدبنيش كندهن الورقة كاملة وكنجمع على شكل مسمنة كبيرة على هاد الشكل هادا فدابا غادي نخليهم يرتاحوا وغادي ندوز باش نوجد القوالي بكيف ماشتوا انا استعملت هاد القواليب هادو اللي دهنتهم بشوية ديال الزبدة وشوية ديال الطحين بالنسبة الناس اللي عندو هاد القواليب اللي ما عندونش فغادي نقول لكم في الاخر ديال الفيديو اشنو يمكن لكم تستعملوا لما عندكمش هاد النوع ديال القواليب فهنا كيفما كتشوفو راني خديت واحد المسم مناصر رحتها غاية شوية ماشي بزاف فكنت لقها غاية شوية وكنوضع وسط منها واحد شوية ديال شوكولاتة ديال الدهن على هاد الشكل وكنجمعها على شكل كورة في الوسط ديال يديك تكون على هاد الشكل هذا وكنجيب هاداك القواليب ديال الكيك اللي عندي فكنوضعها هكا في الوسط وكندوز كنستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل العجين ديالي كامل اللي ما عندو مش هاد القواليب هادو ديال الكيك فيمكن لكم استعملوا القواليب ديال اللي طاخت صغيرين او اللي تستعملوا بطريقة رائعة اللي غادي نوريكم في اخر الفيديو حتى هي غادي تعجبكم وكتجيجي الدراقية فهناي كيف مش شور اني كنستمر بنفس الطريقة هاد شوكولاتة دهن فوسط من هاد الفطائر كيجي هائل جدا وحتى فاش كندخلوه للفورن اراه ما كينشفش لينا مش يبحال ذاك الشوكولاتة العادي ديال القيطعم اللي كنديروه الى دخلنا للفورن كينشف فهدا ما كينشفش وكيبقى هاكا كيبقى معلك هناي كيف مش اخدت مسمنة الاخرى صرحتها على هاد الشكل هادا قطعتها على الاربعة ووضعت فيها هاكا شوكولاتة الدهن وكنكمل بنفس الطريقة حتى كنكمل القواليب اللي عندي بالنسبة للطريقة اللي قلت لكم اللي ما عندهاش القواليب ديال الكيك فايمكن لكم استعملوا قها لابعادي ديال الكيك اللي مولفين كنوجدوه فيه كيكا وكنناخدو بنفس الطريقة كنقسمو المسم منها على الاربعة وكننوضعو فيها شوكولاتة الدهن الوسط كننجمعوها على شكل الكورة وكننحطوها على هاد الشكل هادا كتكون على شكل الشهدة كيفما كتعرفو وراه هاد الشكل هادا معروف ومتداول كنوضع الكورة الثانية على هاد الشكل نحاول ان نبعدهم شوي من بعضياتهم لانهم غادي يختامروا وكيخصهم الفارة غبيناتهم باش يلا كتخمر لنا هادك العاجين فهنا يا صافي بعد ما كملت القواليب ديالي على هاد الشكل كنغطيهم وكنخليهم يختامروا واحد المويدة ديال ربع ساعة تقريبا وكندوز باش نوجد باش غادي ندهنهم بالنسبة للدهن غادي نوجد صفار بيضة مع القليل من الحليب كنخلطو على هاد الشكل هادا جيدا ومن اللي كتخمر لنا العاجينة ديالنا كندوز باش ندهنوها هاكا من الفق قبل ما كندخلوها الفورن هنا كيف ماشتو راني كندهن مزيان كنحاول اناني منخلي حتى شي جانب بيض ضروري انه يقسو ذاك صفار البيض كندهن على هاد الشكل هادا فهد احيان هادي راني مسخنا الفورن ديالي كيف ماشتو هنا راني دخلتهم الفورن كيطلعوا لنا على هاد الشكل هادا را كيختامروا جيدا كيف ماشتو فانا راني وضعتهم على نار مهيلة بحل كيف كان طيب الكيك باش هاكا يتحمروا لنا على خاطرهم وما يجوناش محروقي الملتحس فهدي هي اشكل ديال الشهده اللي وجيت معاكم كيف ماشتو بعد ما خرجتها من الفورن فغادي نغطيها بواحد المنديل وهدو حتى هما غادي نغطيهم باش هاكا ما كيتقاروشوش وكيرطابوا معانا كترجع عليهم هاديك السخونية ديالهم هنا ايا بعد ما بردو لنا وكندوز هنا باش كان قلبها على شكل كيك كيف ما يكتشوف ورقة جيها الى جيدا ما كتلصقش لنا لاننا دهنم زيان هذاك القلب ديال الكيك دهنم زبدة وشوية ديال الدقيق الابيض هناك نجيب القليل من نباج وكندهنها من الفوق على هادي الشكل هذا الى ما كنتوش كتوفروا على الناباج فاستعملوا الكم فيتور الى ما مو توفرش الكم فيتور فاستعملوا العسل فقط هناك نستمر على هادي الشكل هذا كندهنها مزيان وكندوز مباشرة باش كنزينها فكتبقى دائما طريقة ديال الدزين على حساب الرغبة ديالكم يمكن لكم ديرو بحالي هاكا شوية ديال كوكاو كوم كاسي يمكن لكم ديرو شوية ديال لوز ايفيلي كيف ما غاندير انا يمكن لكم ايضا تستعملو شوية ديال سنجلان شوية ديال كوك دائما طريقة ديال تزين كتبقى على حساب الرغبة ديال اي واحد فكيف ماشتو هنا حاولت انا ننزينها بشوية ديال كوكاو كوم هرس كوكاو كاسي وغادي ننزينها بشوية ديال لوز ايفيلي فهالطريقة كدير رائعة فتزين وغادي نزودها با مباشرة باش نزينو القواليب الاخرى بعد ما بردو لنا ضروري اننا نخليهم يبردو مزيان ومن صائح المهمة اللي باش نجحو معاكم هاد القواليب هادو ديال الفطائر فضروري انكم بعد ما تخرجوهم الفرن تغطيوهم زيان باش هكما كترجع لهم ديك السخون يوم كيجيوش قاسحين فصافي هنا كيف ماشتور اني كنخرجهم من القواليب كيجيو رائعين على هاد الشكل هادا فستعملوا اي قواليب عندكم موجودة في المنزل الى كانت عندكم شي قواليب صغيرة استعملوا هارا كتجيها الطريقة رائعة جدا وكتكون فيك جديدة عن نفط طبلا هنا يكن دهنوا ايضا بشوية ديال الناباج كنحاول ان يندهنهم كاملين وكنزينهم ايضا بشوية ديال كوكو كومكاسي فكانت هدي هي طريقتي ديال تزيين كانت منى انها تنالسي حسن ديال كوم فانتوما ايضا حاولوا انكم تفننوا بطريقة ديال تزيين ديال كوم حاولوا تديروا اي طريقة لكتعجبكم غير تكون كتعمر لكم العين هنا يصافي كان دهنهم بالناباج استعملوا ايضا العسل اذا كانت توفر عندكم حتى هو كيجيزوين في هاد النوع هادو من الفطائر فكنكمل طريقة ديال تزيين كانتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة راه فعلا كتجي رائعة جدا وكتستحق التجريبة كتجي خفيفة وكتجي الشيشة ما كتجيش مدقسة من الداخل هادا هو الشكل ديال الشهدة كتما كتشفو رائع جدا كيحمق الشكل ديالو كتجي محمرة وكتجي رائع جدا وطايبة من الداخل ما كتجيش معجنة هاد الفطائر هادو ورا هادك الزبدة اللي يدرنا لهم في الوسط هي اللي كتخليهم مورقين وما كتخليهم مش معجنين من الداخل فكنتمنى الوصفة ديال يوم بنا استحسن ديالكم غادي نوريكم الشكل تاني ديال الفطائر اللي على شكل كيك يجوا هائلين جدا كيجوا رائعين كانتمنى انكم فعلا تجربوهم لانهم فعلا كيجوا رائعين فكان هدا هو الفيديو ديال اليوم وكانتمنى انه هنا استحسن ديالكم فاذا عجبكم ما تبخلوش عليها بالزر ضغطوا على زر الاعجاب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة باش هكدا يوصلكم جديد الوصفات وإلى عجبتكم الوصفة ديال يوم اخلوا لي اتعليق باش نشوف واش في علان عجبتكم ولا لا فكان نقول لكم سلامة واتلقى ان شاء الله مع وصفة قادمة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة